رجعنا لكم في داتا فوت وقايد داتا أورو داتا أورو دكتور السعودية تنسحب من سباق تنظيم مونديال 2030 حسب أونز مونديال الفرنسية صحيح من اليوم السباح فوجئنا بالخبر لأنه كان من خلينا نقول السائد أن بتاتل السعودية قادمة بقوة حسب البرنامج المخطط الاستراتيجي يعني الرياضي النعم 2030 باستقديم أكبر النجوم بتطوير البنية التحتية السعودية معناها كانت مرشح بارز لاستضافة كيس العالم 2030 معناها العهل الملكي يحط كل الامكانيات وبش يحاول كيفاش يرجع الأكبر تظاهرة كوروية في العالم لمنطقة الخليج نعم ويعمل كي قطر ايه يرجح الخليج هذا يفش هو لكن حسب آخر الأخبار فوجئنا بأنه آآ سعودية ارتقت باش آآ تزيد تستنى أربع سنين أخرين هذي الأخبار اللي في الكواليس تقول اللي هي آآ تخمم أكثر في نسخة الفين واربعة وثلاثين وباش تسمح المجال لي آآ الكنديداتور متاع البورتوغال وسبانيا والمغرب اللي باش نافس الكنديداتور بتاع البولدين امريكا الجنوبية واللي على رأسهم الارجنتين واللي يقال يقال أنه فمن تخليداً للمئوية متاع الكون ميبول اللي هي قد تكون في الورقوي والارجونتين والا الكون فيدرالية أمريكية الجنوبية يقال أنه أكثر معنيها الأصوات وأكثر العباد ميلة أكثر باش يخلدوا كالسانتونير هذا بالمنطق راهو أما غادي متنميش منطق طيقة تسعينة واللي بيزنس نعم فهما أمور أخرى بيزنس صحية أمور لوبيت نحب ولا نكره وتأثير على مستوى الأصوات وكل شيء لكن يقال أنه السعودية ارتأتوا باش تركز على البرنامج الرياضي على مستوى البنية التحتية والبطولة وخاصة من ساوش اللي عندهم مشروع رياضي كبير برشا في نيو كاسل زادا يحبوا يشوفوا اللي نجم يوصلوا بيه في البرمير ليج وقاعدين يخموا زادا بيش يشريوا عديد الأندية الأخرى على مستوى القرات الخمسة ينجموا ينفسوا بيهم ويخموا حتى بيش يعملوا معناها جارة متاع السيتي جروب تعرف اللي يكونوا مانشستر سيتي مالك مانشستر سيتي عنده خمسة أو ستة أندية كذلك تمشي قطري في جالاكسي جروب جالاكسي جروب صحيح منهم البارسة منهم البارسة فريق جالاكسي بارسة يونشوت في قطر كما معناها أليبوك سيتي جروب والعياكس تفاشئت برشا بالمعناها بالإخبار ولكن كريمة ذيك لوروكول بوتاتر السعوديين عندهم بعض نظر ويخموا يقول لك ناخذ وقتي ناخذ عشرة سنين كاملين باش نحضر أكبر تظاهرة كوراوية خير ملي نتزرب وراهوا الفوت عام الجاي تدعيما لكلمك يا دكتور وحسب المعلومة اللي وصلتنا بير حديجا كريم على سبب انسحاب السعودية المشاركة في تنظيم كأس العالم هو الاعتراف بأنه من المستحيل التغلب على الملف المكون من إسبانيا والبرتغال والمغرب باش نجم فك منهم تنظيم كأس العالم بتاع 2030 ولو أنه أكثر الظن باشي لامريكا جنوبية راو عبدالقدر راو أكثر الظن اللي كونه برشا ميلين للمشاركة متاع امريكا جنوبية باشي خلده المئوية متاعها دوسي اللي هو عنده أكثر شانس باشي باشي ينظم كأس العالم هو بورتغال إسبانيا والمغرب نجمش يكون انه السعودية تقول لك خوي انا مش ندخل في معناتها تنظيم ثلاثي مع مصر ومصر جاهزة مجاهزة بان ولو أنه انفراستركتور جاهزة مصر ومش ندخل مع اليونان ولهنها دولة أفريقية دولة أسياوية دولة أوروبية الحقيقة يمكن يزيد عقد أكثر الموضوع وعلى فكرة راو مثل ما برشا تعقيدية حتى في كاس العالم القادمة في أمريكا وغيره ونيفو فيزا وينو تساكر تقصو أون ليني وكيف تتقص تسكرتك نور ما مو يزم اتخذ الفيزا والفيفا ما تدخلش في شؤون الدخلي للدول وثم برشا كلم وبوليميك ساير على الموضوع ذلك فش بش يكون وامريكا متخوفة جدا من هذا الموضوع برشا نجمو يحرقوا الفيزا متاحهم ويبقوا في امريكا ما كتعرف في قز أون ليني تي كاي ميتين دولار وبعد يطلع على امريكا باي باي اورواري ميرسياني قاعد غاد دوك مشكلة كبيرة اليوم سم التفكير انه السعودية تقول لك علش منظمش واحدة وخاصة قطر نظمة وحدة قطر صغير واذا التفكير كريم صراح معانتها قطر نظمة باثنين وثلاثين منتخب ان النظم بثمانية وربعين منتخب واحدة وقادرة معانتها السعودية قادرة وان يتنظم وحدها كلمة مهمة اتقالت اللي هي ناخذ وقتي بش يكون تنظيم تاريخي اسطوري معانتها مش يقعد في ذاكرة الجماهير الرياضية الكل اللي اجيال وهذا اللي تخدم عليه تصور السعودية كل شيء متوفر نشوفوا قيمة البطولة السعودية والانتدابات اللي قاعدة تصير مشاريع رياضية كبيرة قاعدة تصير في المملكة العربية السعودية تطور كبير رياضي بصراحة وهذا ينتصور اللي قاعدة يصير التحذير للمونديال تاريخي يكون موجود في المملكة العربية السعودية بعد عشر سنوات ونجم يكون حتى في الخليج العربي ككلة مثلا نجم يكون سعودية مع الإمارات والبحرين مثلا خاصة العلاقة القوية مبينة موضوع آخر نخت موبي